شاهدين كاملين معكم إلى المحافظات الجنوبية وغزة والفروسية لما نتحدث عن فارسة تتحدى في مسابقة على مستوى الوطن تحديداً وفي تحديداً في المحافظات الجنوبية وتحصل على المركز الأول نتحدث عن بطولة الاتحاد الفلسطيني للفروسية وتجربة مي العالمي فيها خلونا نتعرف عليها صوياً ونتعرف تفاصيل أكثر مع الفارسة مي العالمي يسعد صباحك صباحك كم سنة إليك بالفروسية وشو هي عدد البطولات اللي شاركتي فيها إلي في الفروسية تقريباً عشر سنوات وحصلت أنا على عدد بطولات يعني كتار كانوا وحصلت على أعلى مجموعة نقاط سنة 2018 وحصلت على بطل قطاع قزة لفئة الناشئين وسنة 2019 على وصيف بطل قطاع قزة لفئة المترو عشرة وهلأ في سنة 2020 إحنا لسا بالبطولة الرابعة خلصناها وحصلت على مركز الأول لفئة المترو عشرين أنا كنت البنت الوحيدة اللي مشاركة فيها وضايل لسا بطلتين وإن شاء الله بنكمل حص النقاط على بطلة العام طبعاً إحنا قبل يومين شهدنا بطولة لإلك لعام 2020 في الأيام الفائتة احكينا عن هذه البطولة ومشاركتك فيها كانت هذه البطولة غير عن البطولات التانية إن كانت تحت الإجراءات اللي تبلو قائلة عشان الكورونا فكانت يعني تبنا فيها كتير عشان كنا نيجي دايماً قبل الحظر قبل الموعد وكسفنا تدريبات وكانت يعني حلوة وحصلتها مركز الأول فيها وإن شاء الله بنكمل بقى البطولات من ساعة قديش لساعة قديش كانت تدريبكم خصوصاً إحنا اليوم بنعيش فعلاً في ظروف كورونا وساعات التدريب محصورة قديش أنت قدرتي أنك تكتسبي مهارات إضافية خلال هاي الفترة أنا كانت تدريبي زي مكثف كنت أجيك كل يوم بس لازم نخلص نكون قبل السبعة ونصف ونكون مروحين اشتركوا في القناة شو أفضل بطولات اللي أنت شاركت فيها وشعرتي فعلاً أنه أنت بتمثلي كل الفارسات الفلسطينيات على مستوى الوطن أنا مرة وحدة شاركت على فئة المتر الخمسة في عمان وحصلت على المركز الخامس وكانت أول مشاركة إلي على مستوى بس الأردن يعني أحكي فعلاً عن التحديات والصعوبات اللي أنت بتواجهها شو هي قلة الإمكانيات الغير متاحة وبرغم قلتها إلا أنه بتحاولوا فعلاً أنتوا والمدرب أنه تمكنوا نفسكم وأنكوا توصلوا للمستوى عالي جداً من التدريب إحنا حالياً إحنا بنضرب على أعلى إيش ممكن هو فئة المتر عشرين وهي أعلى فئة قطاع غزة وبنحاول نصل للي بتضربوا بره برضو عشان نصير زيهم نقدر نفسهم ونجيب عليهم مراكز هل بتتابع مثلاً البطولات الحاصلة في الشاشات العربية مثلاً في بطولات بتنعرض هل بتتبعيها هل بتكتسب منها خبرة؟ أكيد وتتبعها بس كلها على النت أنه أقدرش أروح هناك بسبب التسكير المعابر والحصار تمام شو طموحك وشو اللي بتتمني أنه يحصل فعلاً على أرض الواقع ويتنفذ؟ أنه تفتح الدنيا ونقدر نشارك في كل البطولات زينا زي أي دولة تانية ونقدر نمسل في فلسطين الشباب وصبايا أنه نقدر نجيب مراكز بره وكون فلسطين جزء منافس من البطولات الدولية تمام نحن نتمنى لكل التوفيق مي العالمي هي فارسة استطاعت أن تفوز بالجائزة الأولى على فئة 120 سانتي وإن شاء الله منها لمراتب أعلى شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام تفاصيل أكثر عن الفارسة مي العالمي ولقاء مع والدتها لنعرف تفاصيل أجواء الدعم اللي بتوفريها لمي أهلا وسهلا سهل العالمي والدة الفارسة مي العالمي أهلا وسهلا فيك طبعاً في البداية حابين نقولك مبارك على فوز مي وحصولها المركز الأول وهل فارس اللي بتمثل فلسطين دعمك كوالدة لإلها وأكيد والدها والله آه يعني طبعاً مبروك لفلسطين ومبروك لغزة بإجازات فارسة نمي والله والدها وأنا كتير فعلاً دعمناها وتعبنا لها وصلنا معها لهون لأنه فيه تحديات كتير واجهتها سواء تحديات إغلاقات وفيه تحديات سنماضي كتير كان صيب عليها أنه الفارس طبعتها ماتت قبل البطولة بيوم وهي كانت فعلياً هي آخر بطولة كانت اللي حتأهلها ومع ذلك الحمد لله وقتها قدرت تأخذ وصيف والصعوبات أنه عشان في غزة والإغلاقات وأنه كتجيب حصن بأنها هي كمان وصلت لآخر المراحل في القفز اللي هي فأت المتر وعشرة وفوق هذا مش أي حصان ومش متوفر هون لازم يجيبه من بره فمش زي أي بره بره اللي هو ممكن الواحد أنه يجيبها مش مفتوحة الدنيا فبرضه من تصريحات وتصريح ونروح نجيب وأنك تجربي الحمد لله لكن درنا يعني مع عدة اتصالات أنه نجيب لها أخيراً يعني السنة هاي قبل ستة شهر حصان والهي السنة هاي إن شاء الله يعني ممكن تأخذ اللقب عليه إن شاء الله طبعاً احنا بنعرف أنه فيه أكيد صعوبات كتير وخاصة احنا بنعيش في الظروف استثنائية هون بتوفير الخيول من أجل الفرسان يعني مثل ما قلتي أنه بتلاقي صعوب كتير في استقدامهم من الخارج وتحتاج لمواصفات شو هاي المواصفات اللي بيحتاجها الخير لحتى يقدر الفارس يحصل على المستوى المطلوب هو يعني أنا بخبرتي اللي صارت متواضع يعني متكوني معاي مع بنتي إنه كل معلية الفئة بيصير إنه المقاومات اللي في الحصان بتعلق يعني بيصير إنك بدك تكون اللي هو من فاصيل معين اللي هو يغفز ارتفاعة عالية الآن القيود الإسرائيلية في إنك تروح تجيبي الحصن عالميا مش كيف نستخراج تصريح إلها تجيبيها سواء بالمينة أو بالطائرات يعني أنها تكاليف الزيادة عن اللزوم جدا يعني ممكن الحصان حتى لو إنه مثلا إنه مثلا إنه حقه مثلا خمسين ممكن يصير حمتين عشان الإشارات الزيادة تحطيها عشان تجيبيه والطلعيه والدخليه غير إنه هذا الأصعب من هذا كله مش زي أي فارس في العالم ممكن ياخد حصانه ويشارك فيه مثلا في دول أخرى يعني الحصان اللي بيفوت ممنوع يطلع يعني صعوبة التنقل حتى لو وتيحت إلها الفرصة أنه يتشارك في محافل دولية أو حتى عربية هذا يعني مستحيل للأسف يعني طب أنت كوالدة ودعماها شو بتتمني لمي والله أنا بتمنى إنها يعني كأي يعني كأي فارس أو كأي رياضي في مجاله إنه يصل تحصل على فرص إنها تمثل فلسطين في الخارج كابنت برضو وحيدة في هاي الفئة وكمان كابنت من غزة في الحصار إنه ينقام الحصار عنها ونقدر كلنا نطلع ونروح ونشارك بره زيها زي أي فارسة في دول عربية أو عالمية أدش عدد المشاركين بهاي الفئة اللي هي مشاركة فيها مي الفئة تبعة 22 أصلا هي فئة حديثة لأول مرة أصلا في فلسطين كلها وفي غزة في 2020 أصلا هي تنعمل ومي الفتاة الوحيدة بين كمان أربع فرسان شكرا لألكم بالتوفيق إن شاء الله أهلا فيك إسلامه مشاهدين الكرام وبهيك وصلنا إلى ختم فقرتنا الصباحية عودة إلى الزملاء في استوديوهات رامو الله شكرا لأبي